ما في شخص على وش الكرة الأرضية إلا معانا من ألم جسدي بشكل أو بآخر بهذا الفيديو رح أشرح لكم بثمان خطوات كيف ممكن تتعاملوا مع هذا الألم وكيف ممكن تخففوا أو تتجاوزوا باللحظة يلي بيكون موجود وحاضر بجسدكن أول شي بنشوف المقابل لكلمة ألم بالإنجليزي اللي هي كلمة pain فمن خلال هدول الأربع حروف رح أعطيكم أول أربع مفاتيح كيف ممكن بلش نتعامل مع الألم لما يكون موجود بجسدنا أول خطوة هي حرف يعني وقف وتنفس فلما يكون في عندنا ألم أول شي بننا نعمله ما نهرب من الألم إحنا دائما نحاول نغطي نخد مسكن نحكي مع حدا نلهي حالنا بشي شغلة ندركوا لعند الدكتور هو أكيد رازم نراجع طبيب بس أول شي فيه ألم معين نوقف نتنفس ونشوف وين هو بهذا الألم بالضبط بأي مكان بجسدنا هو موجود نستشعر وجوده ونقبل إنه هو موجود ما نهرب منه ونعطيه اسم إحساس بدل اسم ألم هاي أول نقطة لأنه إحنا كلمة ألم مزعجة بالنسبة لإنه ومنحابل دايما نهرب منها فلما نعطيه كلمة إحساس هون بصفي الموضوع أخف علينا شعوريا يعني أو نفسيا فبنطلع إحنا وين هذا الإحساس موجود إحساس مو مريح بس موجود بمكان معين نركز عليه ونتنفس نودي النفس لعنده يعني قليلا نقول إذا الألم مثلا بالإيد نتنفس ونتخيل إنه النفس رايح لعند الإيد وعم نركز على الألم الموجود بالإيد بأي مكان هو موجود هاي أول خطوة الخطوة الثانية هي مرتبطة بحرف الأي بكلمة بين هي مقابل للأي أسك يعني اسأل بدنا نسأل شو هو نوع هذا الإحساس فأنا ما حنقول الألم حنقول الإحساس هل هو إحساس بالحرقة؟ هل هو شد؟ هل هو تشنج؟ هل هو أرصى؟ هل هو ضغط؟ شو هو نوع هذا الإحساس؟ نعطيه اسم يعني أنواع الألم مختلفة فلما بنعطيه اسم نحدد شو هو هذا الإحساس يلي إحنا حاسين فيه ثالث خطوة مرتبطة بحرف الأي يعني وين بأي عضو هو موجود أو بأي نسيج هو موجود بشو هو مرتبط؟ هل هو مرتبط بعلاقة؟ هل هو مرتبط بشعور بالطفولة؟ نشوف نحدد هاي النقاط بالضبط بالنسبة لهذا الإحساس رابع نقطة مرتبطة بحرف الأن اللي هو نيد يعني احتياج نسأل جسدنا هو لشو محتاج؟ حتى طلعنا هذا الإحساس يعني جسدنا إحنا ذكي جدا لما بكون فيه إحساس معين يعني ألم معين معناته فيه احتياج معين ورا فيه شعور معين ورا هو اللي طلعنا هذا الإحساس الجسدي فلما نبلش نسأل الجسد ممكن يبلش يجينا أجوبة شو هو بده؟ الجسد بالضبط لما إحنا بنكون مراكزين زي ما قالت تنفسنا وهدينا وركزنا على الألم وعرفنا شو مصدره وبأي نسيج هو موجود أو أي عضو هو موجود ونبلش نسأل الجسد شو بده؟ شو هو محتاج؟ ممكن فيه تقنية نعملها إنه ناخد وراء أو ألم لما نسأل الجسد شو محتاج ونكتب بدون ما نفكر يعني نتخلي الجسد هو اللي يملي علينا بدون تفكير بس نسكي لوراء والألم ونكتب نكتب 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 ساعة الجسد حيعطينا الرسائل اللي هو بده إياها شو هو؟ هلأ ممكن الجسد يجاوبنا إنه بحاجة أنه رتاح بحاجة أنه ينام بحاجة أنه يشرب بحاجة أنه يحكي مع شخص بحاجة لشيء معين رح يجينا هذا الجواب ورح نعرف شو المفتاح لهذا الإحساس اللي موجود عندنا خامس خطوة إنه نحكي مع جسمنا إنه يوقف لنا هذا الإحساس أو هذا الألم فلما إحنا توصلنا مع الجسد كأنه هو شخص يعني واعي وبيقدر يتصرف فإحنا بدنا نطلب منه إنه يوقف هذا الإحساس اللي إحنا ما عم يريحنا فعنا جسدنا إحنا فيه عنده يعني إيه تقنية معينة بيقدر يتعامل مع الألم بيقدر يوقفه بيفرز مواد معينة بيفرز هيرمونات معينة بيفرز مثل المورفين بيهدي هذا الألم بيوقفه النقطة السادسة لازم نعرف إنه إذا قدر الجسد يوقف هذا الألم لو لثواني بسيطة قدرنا نعيشه بدون ألم معناها الجسد بيقدر يوقف هذا الألم لأوقات أطول لساعات أو لهيام أو أكتر من هيك فإحنا عم نعطي الجسد الرسالة إنه بيقدر يتعامل مع هذا الألم وبيقدر إنه يوقفه وإنه يتجاوزه النقطة السابعة إنه نتعامل مع جسدنا على كأنه شخص تاني نتعامل معه باحترام وبتأدير يعني إذا كان عما يتألم ما نرفضه إحنا غالبا مرات بنتعامل بغضب مع جسدنا لما يكون عما يتألم لما يكون مرضين مصابين بمرض معين في شيء معين عما نتعذب منه جسديا بصير في عنا حالة رفض إنه ليش جسمي هيك عم يعمل ليش هيك عما يقالمني ليش هذا الإيد عم توجعني فمنصير نكره الإيد أو نكره الرجل أو البطن أو شيء عما يسبب لنا هذا الإزعاج فإحنا نعكس هذا الشعور ونتقبله يعني كأنه هذا الجسد نتعامل عليه كأنه طفل صغير لو إجانا طفل صغير عم يتألم نرميه ولا منحضنه ومنطبطب عليه ومنحتويه ومنساعده إنه يتجاوز هذه الألم فهاي الطريقة إحنا اللي بنتعامل معها مع جسدنا تكون فيه احتواء وفيه رعاية ويكون فيه محبة وفيه رحم لهذا الجسد هو بس عم يقدي رسالة لما عم يتألم أو عم يمرض هو عم يوصل لنا رسالة فإحنا نستقبل هاي الرسالة منه وننبسط إنه هو عم يورجينا هذه الرسائل لحتى إحنا نتشافة مع بعض وما نتعامل معه كأنه هو عدو لقيلنا وبدنا نرفضه والنقطة الثامنة والأخيرة اللي هي لازم ننتبه لها وأنا دايماً بحكيها إنه المشاعر هي عبارة عن طاقة بحاجة إنه تمشي بهذا الجسد إحنا كائنات شعورية متجسدة بهذا الجسد إذا صار أي عوائق لهاي الطاقة رح يطلع عنا مشاكل جسدية يعني حتى بالطب الطاق الصيني منلاقي إنه فيه أشياء أو حركات ممكن نعملها لحتى نحرك المريديانز أو مسارات الطاقة اللي موجودة بجسمنا لحتى تمشي هاي المشاعر وصير فيه سريان سلس للطاقة بداخل جسمنا فننتبه لهاي الأمور شو المشاعر اللي موجودة عندنا إذا فيه ألم معناته رسالة لشعور مزعج موجود عندنا وأنا حكيت بفيديو سابق عن ارتباط المشاعر بالجسد بالأعضاء وإنعكاسها كيف ممكن يطلع عنا أمراض كل هاي إذا انتبهنا لها إحنا فينا نمشي بطريق التشافي ونتخلص من كل الألام الموجودة عندنا نقطة أخيرة حابة أن أبهكن لإلهية موضوع التنفس التنفس كتير مهم وكتير بساعد على تتجاوز كتير مشاعر وعلى كتير آلام جسدية أو حتى نفسية في فيديو راح أطلكن الرابط لإله هو ملائل لا ويم هوف هذا الشخص بقولوله للرجل الجليدي هو طور تقنية لحتى يتجاوز كان عنده مشاكل يعني شعورية وكذا وأزمات بحياته وطور هاي التقنية بحس بالتنفس وبيقعد تحت التلج وحمامات بردة وساخنة وبالتلج وقصص كتير يعني فصار بيقدر يتحكم بجسده بتحكم بدقات قلبه بمناته بكل هالقصص هاي بس عن طريق التنفس فهذا التمرين جدا بسيط ومدته تقريبا ربع ساعة ممكن تعمله بشكل يومي بساعدكن على أنه يعني تتعامل مع جسدكن بطريقة مختلفة وكمان مع مشاعركن فبتمنى أنه هذا التمرين يساعدكن على تجاوز كل الألام الموجودة عندكن وتمشوا بطريق التشافي وبتمنى الصحة والتشافي والاتزان للجميع بشكركم لمتابعتكن إذا عجبكم الفيديو بتمنى أنه تشتركوا بالقناة وتشاركوا مع أصدقائكم وحباكم حتى تعم الفائدة